اهلا بكم الى مجز لأهم الانباء ترأس رئيس الوزراء عدل عبد المهدي اجتماعا خاصا لتقييم وضع مياه السيول والاطمئنان على سلامة الاجراءات المتخذة وذكر مكتب عبد المهدي في بيان ان الاجتماع تناول تعويض المزارعين والمواطنين عن الخصائر الناجمة عن مياه السيول والاستفادة من الوفرة المائية واتخاذ القرارات اللازمة هذا واعلنت وزارة الموارد المائية اتخاذ اجراءات سريعة على مجرى نهر دجلة في محافظتي واسط وميسان لاستيعاب اي موجات فيضانية قادمة وقالت الوزارة في بيان ان مديرية زهرة النيل في واسط وبالتعاون والتنسيق مع تشكيلات الوزارات الاخرى تواصل عمل لسان حجري داخل مجرى نهر دجلة لزيادة التصاريف الداخلة ضمن هور المصندق لغرض خزنها وتقليل التصاريف وحماية محافظة ميسان الى ذلك دعت النائب عن محافظة ميسان سهام العقيلية السلطتين التشعية والتنفيذية لا ضرورة التحرك لانقاذ المناطق المنكوبة جراء السيول في المحافظة العقيلية اشارت خلال مؤتمر صحفي داخل قبة البرلمان وحضرته الديار الى وجود اربعة الاف عائلة خارج بيوتها نتيجة غرق مناطقهم ان السلطة الاتحادية المتمثلة بنا كبرلمان وكحكومة مركزية تتحمل كافة المسئولية من اغاثة شعبنا واهلنا في محافظة ميسان المهددة ارواحهم وممتلكاتهم بالهلاك نتيجة السيول الجارفة من خارج الحدود او بسبب ارتفاع مناسيب نهر دجلة بسبب الامطار والسيول والاطلاقات المائية القادمة من اعلى مصب لنهر دجلة باتجاه منخفض النهر الذي يتركز في محافظة ميسان فقد ادى ارتفاع منسوب مياه نهر دجلة خلال الايام الماضية الى غرق منازل واراضي ومواشي وتهديدهم بالغرق في الايام القادمة لقرابة اربعة الاف عائلة ميسانية من جهته اكد عضو مجلس محافظة ميسان علي الغانمي ان مجلس المحافظة طلب الامان العام لمجلس الوزراء بتعويض المتضررين جراء السيول الغانمي طالب بزيادة او بزيارة المنظمات الدولية للمحافظة للوقوف على واقعها المتردي جراء السيول الجارفة اجتماع مجلس محافظة ميسان الطارئ الذي عقده في ناحية السلام لبحث وضع السيول التي اجتاحت محافظة ميسان وايضا اتحق بالاجتماع وزيري الموارد المائية ووزير الزراعة والامين العام لمجلس الوزراء تم مناقشة كثير من الملفات المهمة واعلنت محافظة ميسان مقبل مجلس المحافظة بانها محافظة منكوبة وطالبت مجلس الوزراء بان يعقد اجتماعا استثنائيا في هذه المحافظة لإطلاعا كثب وتعويض المتضررين باعتبار اليوم المحافظة منخفضة واغلب القرى التي في اطراف هذه المحافظة قد غمرت بالمياه وايضا نطالب طالبنا المنظمات الدولية بان تأتي الى هذه المحافظة لإطلاع ومساعدة المتضررين جراء الفيضات السيول برلمانيا اعلنت النائبة عن اتلاف دولة القانون عاليا صيف جمع 25 توقيعا الاستجواب وزير الكهرباء لأي الخطيف في البرلمان قالت انصيف في مؤتمر الصحفي عقدته في مجلس النواب وحضرته والديار ان الاستجواب لن او سيكون الصيف المقبل حتى لا يعرق الخطوات الوزير في تحدي الصيف اليوم انا استكملت التواقيع اللازمة لهذا الاستجواب اللي تطلب 25 توقيع وانت تعرفون قرار المحكمة الاتحادية الاخير اللي صدر بعد لا يجوز للنائب سحب توقيعا وبالتالي لم نعد نتجه للطريق اللي يجمع 50 او 60 توقيع نكتفي بما نص عليها القانون ب25 توقيع فالجانب الشكري بالاستجواب استكمل وكذلك الاسئلة التي المفترض أن تذهب إلى هيئة المستشارين ايضا تمت استكمالها سوى في الرأي العام العراقي بكل الاجراءات والخطوات التي سوف امر فيها بهذا الاستجواب ليكون على الطلاع وليكون وسائل اعلام الرأي العراقي مطلع على هذا الموضوع لكي لا نتهم لاحقا بأن هذا الاستجواب سياسي او هذا الاستجواب له مآرب اخرى الامر المهم في هذا الموضوع هذا الاستجواب انا سأخليه للصيف القادم اليوم تعرفون وزير الكهرباء طلب 20 مليار حتى يكون الكهرباء جاهز لهذا الصيف حتى لا يقول بأن هذا الاستجواب هو استجواب يعرق الخطوات السيد وزير الكهرباء فان هذا الاستجواب سوف انتظر به الى شهر الى اشهر الصيف في سياق منفصل طالب النايب عن محافظة البصر رامي السكيني بتخصيص مقعد كوتا لطائفة الصابئية المندئية في مجلس المحافظة ولفت السكيني في مؤتمر الصحفي عقده في مجلس النواب وحضرته الديار إلى أن هناك تمثيل للأقليات في البصر للمسيحيين لا يوجد تمثيل للطائفة المندئية على الرغم من أنهم بالآلاف في المحافظة السنادة لأحكام الدستور التي نصت في المساواتي بين المواطنين سياسيا ومدنيا ووفقا للصكوك الدولية أطالب بتخصيص مقعد كوتا للصابئة المندئية في مجلس محافظة البصرة أسوة كما حادث في واسط اليوم نجد هناك تمثيل للأقليات رغم أني أستهجن هذه الكلمة في محافظة البصرة لطائفة المسيحية ولا نجد تمثيل للطائفة للصابئة المندئين رغم أنهم يعدون بالآلاف في محافظة البصرة يجب من باب المساواتي والعدالة في سياسيا ومدنيا والتمثيل في مجلس محافظة البصرة أن يكون لهم هذا التمثيل في مجلس المحافظة لأن كثير لهم من الحقوق والمطالب مجلس محافظة البصرة يفتقر لوجود مقعد يمثل الصابئة المندئين في مجلس المحافظة حتى على أقل تقدير يكون هناك التمثيل السياسي التمثيل الحكومي والتمثيل التشريع الرقابي في مجلس المحافظة أمنيا نفذ طيران الجيش وطيران التحالف الدولي وبالتعاون مع جهاز مكافحة الإرهاب عملية نوعية مشتركة لإسحق فلول داعش الإرهابية التي تتخذ من سلسلة جبال حمرين ملاذا لها حيث نفذ التحالف الدولي عددا من الضربات الجوية في عمق المنطقة الممتدة من سلسلة الجبال المذكورة إلى الحافة الشرقية لبحيرة حمرينة طيران الجيش مع القوة محمولة جوا من مكافحة الإرهاب سيتم نزول هذه القوة على الأرض وتفتيش هذه المناطق وسنلقي القبض من نجده ونقتل من يقاتلنا وطائراتها ستكون موجودة بحجم 12 طائرة وأنا قاد تشكيلها بتنسيق مع قيادة عمليات مشتركة وإيران الجيش والقوة الجوية باشرت قطعات جهاز مكافحة الإرهاب لتفتيش هذه المنطقة الموجودة التي هي بحيرة البحيرة وكذلك المرتفعات الموجودة على سلسلة جبال حمرين حيث توجد هناك بعض المقرات التي تركها المجاميع الإرهابية لازالت عملية البحث مستمرة عن عناصر المتواجدين وتدمير كل المقرات الموجودة في هذه المنطقة تمت عملية كبيرة من قبل قطعات جهاز مكافحة الإرهاب وبالتعاون مع طيران الجيش في منطقة سلسلة جبال حمرين في محافظة دياليا هذه العملية استهدفت ملاحقة التنظيمات الإرهابية في هذه المنطقة حيث اتخذتها التنظيمات الإرهابية بملاذا آمنا كونها منطقة جغرافية ذات تضاريص صعبة والحمد لله وشكور تمكنت قطعات جهاز مكافحة الإرهاب وقوات طيران الجيش من تدمير هذه المضافات في هذه الأطماء أعلن قائد عمليات الرافدين اللواء علي دابعون انتشار القوات الأمنية التابعة لها لتأمين الحماية للمناطق الصحراوية الممتدة من المثنى إلى ديالا وبالتعاون مع قيادة عمليات الفرات الأوسط وبغداد وديالا وقال دابعون أن لدى قيادة عمليات الرافدين خطوات استباقية في بادية المثنى عن طريق نشر دوريات وكماء لتأمين مناطق البادية المحادية لمحافظة النجف فضلا عن تأمين الحدود الفاصلة بين المحافظات التي تقع ضمن قاطع مسئولية قيادة عمليات الفرات الأوسط وعمليات بغداد وقيادة عمليات ديالا عربيا نعلن رئيسه المجلس العسكري الانتقالي في السودان عوض بن عوف تنازله عن رئاسة المجلس وتعيين المفتش العام للجيش عبد الفتاح البرهان في هذا المنصب أعلم أنا رئيس المجلس العسكري الانتقالي التنازل عن هذا المنصب واختيار من أثق في خبرته وكفاءته وجدارته لهذا المنصب وأنا على ثقة إنه سيصل بالسفينة التي أبحرت إلى بر الأمان وعليه فقد اخترته وعند التفاكر والتشاور والتمعيص الأخ الكريم الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي خلفا لي كما أعلن قبل ذلك إعفاء الأخ الكريم الفريق أول دكتور ركن كمال عبد المعروف الماحي بشير عن منصبه نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي بدوره أكد نائب مندوب السودان لدى الأمم المتحدة ياسر عبد الله عبد السلام التزام المجلس العسكري الانتقالي بالقوانين الدولية وقال عبد السلام أن ما يجري في السودان شهن داخلي وأن خطوة مجلس جاءت استجابة لمطالب الشعب تطورات التي أفضت إلى القرارات التي اتخذها المجلس العسكري الانتقالي جاءت استجابة لرغبة جماهير الشعب السوداني وهنا لا بد أن أشير إلى أن المجلس العسكري الانتقالي أكد التزامه بكافة المواثيق والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية وبالتعاون الكامل مع المجتمع الدولي لتحقيق الاستقرار والسلام والانتقال السلمي في السودان نشعر بقلق عميق على السلامة المدنيين داخل وعلى محيط مناطق الاشتباك خصوصا مع وجود تقارير تشير إلى زيادة القصف العشوائي على المناطق الآهلة أمر يساعد من النزوح ويمنع وصول المساعدات إلى الجزائر حيث أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني توقيف 108 أشخاص وإصابة 27 من عناصر الشرطة في اشتباكات مع من وصفتهم بالمنحرفين المندسين في الجزائر العاصمة أخيراً انتقد وزير المديرية العامة للأمن الوطني توقيف 10 من عناصر الشرطة في اشتباكات أخير الخارجي الأمريكي مايك بومبيو خطط المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم حرب ارتكبت في أفغانستان وصفها بالمسيسة وقال بومبيو أنه عندما يتصرف الأمريكيون بشكل غير صحيح فأن السلطات الأمريكية تقدمهم على الفور للعدالة وأعرب الوزير الأمريكي عن ثقته بأن تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في ممارسات المواطنين الأمريكيين في أفغانستان لن تلبي مصالح العدالة مجهزنا ننتهى إلى اللقاء اشتركوا في القناة